بسم الله الرحمن الرحيم مشاهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معنا في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير في بداية مسي بالخير على الأخوان الموجودين معنا في هذا السديو ودائما وأبدا نقول مساء الخير مساء الأنوار للزميلة افتخار مساء الخير عليك يا عيد مساء جميل عليكم على قلوبكم مشاهدين وحياكم الله معنا في برنامجنا اليومي مساء الخير في كويت ومعنا مجموعة من الفقارات والتقارير المنمع كيف زميلة افتخار ومثل ما عودنا مشاهدينها طبعا في أهم وأبرز المواضيع والفعاليات المقامة دائما في دولة الكويت مواضع كثيرة مشاهدينا سنطرحها مواضع شيقة راح تشوفونا أيضا خلال حلقتنا اليوم تابعونا تشاهدون اليوم في مساء الخير يا كويت حول الأدب والشعر ودور الجهات الحكومية في دعم المثقفين الكويتيين سوف يكون حديثنا اليوم مع الدكتور محمد البغيلي جامعة الكويت وقدرتها على تعزيز احتياجات سوق العمل مع الدكتور نواف ساري والحديث عن أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة موسيقى الإدارة العامة لقوة الإطفاء وأبرز الجهود والإرشادات التوعوية الخاصة بموضوع الغلق الإداري للمخالفات الجسيمة يقدمها لنا الزميل الرائد رضا السلمان ترجمة نانسي قنقر مثل ما تعودنا معاكم خلال هذه الحلقة وطبع برنامج مساء الخير كويت رح نكون معاكم في تقارير منوعة وغنية بالفقرات اللي من خلالها رح نسلط الضوء على المواضيع اللي اتهمكم الفن والأدب من العوامل اللي كانت علامة فارقة بين المجتمعات وأيضا جزء من حضارتها وثقافتها لذلك يسعدنا اليوم أن نلتقي بالأديب والشاعر الدكتور محمد البغيلي والحديث إن شاء الله عن دور الأديب الكويتي في دعم وإبراز الجانب الثقافي والحضاري للمجتمع الكويتي مساك الله بالخير وشكرا على قبول هذه الدعوة دكتور مساك الله بالنور وأنا سعيد أكون وياكم اليوم وشكر لكم حتى مع طاقم العمل والجميع أفرق سعاد دكتور نبدأ نتكلم بشكل عام عن المثقفين والأدباء الكويتيين في وقتنا حالي هل تعتقد بأن لديهم القدرة على عملية تعزيز وإبراز الإرث الثقافي للمجتمع الكويتي من خلال عملهم وما يقومون فيه من ثقافة عامة ووعي خاص بجمهور نعم لما نتكلم عن الكتاب وعلى المجتمع المثقفين فنحن نتكلم عن صناع ثقافة في هذا المقام وصناع الثقافة هم اللي يحددون مسارات تاريخية ومسارات ثقافية ومسارات فكرية ويصوغون حقيقة حتى جزء من مستقبلنا الثقافي المثقفين أو صناع ثقافة أو الكتاب أو الفنانين هؤلاء مجتمع يسمون بالمجتمع النخبوي ذلك لأنهم مجتمع مميز وفئة منتقاء مختلفة عن الفئات الأخرى المجتمع المثقفين يعالج الظواهر الاجتماعية بطريقة خطابية بطريقة بلاغية بطريقة تفصيلية تختلف عن الطريقة العلمية يعني أنت إذا عندك مشكلة اجتماعية عالم الاجتماعي يبحثها بطريقة مثلا المسح الميداني الإعلامي يحاول أن يشخصها ويسأل المختصين يكون رسالة أو يكون جسر لتوصيل رسالة معينة عن مثلا هذه الظاهرة من أجل المعالجة أما المثقف أو الأديب فهو يعالجها بطريقة شاملة عمومية بتفاصيلها ولكن أيضا بنفس الوقت دون أن يغرق بهذه التفاصيل وبالتالي فإن المثقف والكاتب والفنان والأديب يستخدم فنه ويستخدم علمه ويستخدم خبرته الإبداعية من أجل خدمة المجتمع وبالتالي فهي فئة مهمة من فئات المجتمع ليس أقول هذا الكلام لأنني أنا واحد من اللي يشتغلون في الأدب أو يشتغلون في الثقافة لكن أقول هذا الكلام لأن هذا عرف عالمي وإنساني وتاريخي صناع الثقافة إذن طبعا أيضا جمعياتنا في العام المتخصصة مثل رابطة الأدباء والنوادي الثقافية والأدبية نقع نشوفها فترة الأخيرة هل تعتقد الدكتور بأنها تساهم في عملية خلق جيل جديد من المثقفين والأدباء وأيضا إيضا نقول إعابة الريادة مرة أخرى للكويت في هذا المجال رابطة الأدباء طبعا هي المكان الوحيد المعترف فيه من قبل الدولة في القطاع النقابي الممثل لهذه الفئة الأدباء تحديدا ما نقول المثقفين عموما نقول الأدباء اللي هم كتاب القصة والشعراء وكتاب الرواية والسرد والنقد الأدبي وأحيانا المسرح الكتاب المسرحية إضافة إلى بعض الفنون الأخرى مثل أدب الرحلات وغيرها رابطة الأدباء مؤسسة مجتمعية عريقة كانت فيما مضى باسم النادي الأدبي في قبل الاستقلال والآن هي رابطة الأدباء هي امتداد لها وعلى هذا الأساس نحن نعمل ونحاول أن نحافظ على هذا الكيان وهذا الكلام بصفتي أنا كعضو مجلس إدارة في رابطة الأدباء أصغر عضو مجلس إدارة مع أخواني الكبار اللي فرصة أن أتعلم منهم في كل اجتماع سواء كان كعمل نقابي إداري أو سواء كان في عمل إبداعي رابطة الأدباء هي أمامها تحديات أول هذه التحديات هي نحاول أن نستقطب الجماهير الجديدة والفئات الشابة التي تعتمد الآن على مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول إلى فعالياتنا أو الفعاليات الأخرى من الأدب هذا تحدي كبير من صرنا نزل مثلا بث لايف صار عندنا قل الحضور من صرنا نزل فيديوهات مثلا على اليوتيوب حتى على المستوى يعني إن شاء الله نتفائلنا في المستقبل يكون بمستوى أفضل نواكب الأحدث التطورات كلما تطورنا في مواقع التواصل أو في البث المباشر كلما قل عدد الجمهور وهذه مشكلة نواجهها وهي مشكلة نواجهها كل المؤسسات في العالم أن مواقع التواصل الاجتماعي هذه بدأت هي تسهل عملية التواصل ولكن بنفس الوقت هذا الكلام دكتور محمد يقودني إلى سؤال مهم جدا خاصة للجين الحالي نلاحظ الفترة الأخيرة ظهور مجموعة بما تسمى نوادي الأدبية الشبابية للقراءة وغيرها من هذا الجوال ولكن تعنى بالثقافة هل تعتبر كثرتها أيضا تعتبر ظاهرة إيجابية أهميتها أيضا في الساحل الأدبية بالكويت نعم ظاهرة إيجابية مهما حتى كان طريقة تناول الكتب أو طريقة المحاضرات كانت غير متخصصة ولكن بحد ذاته لما يناقشون الأندية الثقافية في مقهى أو في مكان عام مثلا في مكتبة عامة لما يناقشون كتاب أو يناقشون مسألة أو قضية ثقافية هذا بحد ذاته إنجاز حتى لو كان العدد قليل لكن عدد المنتديات ملاحظة نزايد بكثرة والمنصات الثقافية زادت طبعا توقفت وتعثرت في كورونا ولكن بعد الجائحة إن شاء الله ستعود إلى عافيتها ونتمنى أن تكون أكثر في المستقبل لأنها ظاهرة حسب اعتقادي أنها ظاهرة اجتماعية تعالج وتعزز وتنمي الشأن الثقافي والأدبي في الكويت الخط الآخر الرسمي دور مجلس الوطني الثقافة والفنون والأداب في دعم المثقف نحن نتمنى أن المجلس الوطني الثقافة والفنون والأداب يحظى من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية بمزيد من الدعم لأن هذا هو المظلة الحكومية المشرفة حقيقة للكويت والمشرفة للقوة الناعمة التي تمتلكها الكويت من خلال سلسلة عالم المعرفة ومجلة العربي والإصدارات الأخرى لمجلس الوطني الثقافة والفنون والأداب هذه من مفاخر مؤسساتنا حقيقة في الكويت ونتمنى أن تتقدم أكثر في المستقبل وتحظى بالمزيد من الدعم حتى من قبل الجماهير نتمنى من الجماهير أن تشارك في أنشطتها تقدم استاذ عيد تقدم مختلف إدارات مجلس الوطني وخاصة إدارات معروفة مثل إدارة المسرح وغيرها تقدم كثير من الأنشطة والجهود الجبارة على مستوى الدولة في كل المرافق الموجودة لها لكن تحتاج إلى دعم جماهيري وأنشطتهم جميلة وجيدة وحقيقة تتميز عن باقي الأنشطة الأخرى أيضا دكتور محمد وانت الظليع في هذا الجانب دائما الدول المتقدمة تهتم بالأدب والثقافة والفن بشكل عام لماذا تكون هذا الاهتمام بهذه الصنوف من المعرفة والعلم والأدب تهتم أولا في لغتها اللغة هي جسر التواصل مع كل الشعوب الأخرى والثقافات الأخرى وهي الأساس في بناء الإنسان الحقيقي والمثقف الحقيقي وبناء الأوطان وصيانة التاريخ وتقديم خطابات مثلا سياسية للأنظمة وتحقيق كثير من التقدم مرهون بالمحافظة على لغتنا وثقافتنا الدول تهتم لأن عنصر من عناصر أو ذراع من أذرع أي نظام في العالم المحافظة على الثقافة وبالتالي فكل دول العالم وكل الأنظمة المتقدمة تحرص على تعزيز هذا الكيان أو أي كيان يخدم الشعن الثقافي سواء كان كيان حكومي أو أهلي لأن العالم يتقدم بسرعة وهذا التقدم سمته أو الصبغة التي تنصب فيه أو القالب الذي يضع فيه هي بالثقافة رسالة أحب توجيها عبر منصة هذا البرنامج مساحية الرسالة أتمنى من كل شرائح المجتمع الكويتي أنه يعنون بالشأن الثقافي بسيط وسلس وأيضا لا يكلف العمل التطوعي في بعض العمل الرسمي في فترة مثلا الصيف حق الطلبة غير مكلف وغير انشغالات الثقافة جميلة وغير مكلفة وبالتالي أنا أتمنى من كل شرائح المجتمع الكويتي أنها تعزز المجتمع النخبوي الصغير في الكويت وأن يكون هذا المجتمع كبير في المستقبل يعطيك العافية دكتور شكرا لكم على قبول هذا الدعو في هذا الدعو شكرا لكم جميعا شكرا لها دائما كل شكر وتقدير للدكتور محمد البغيلي الأديب والشاعر على هذه المشاركة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم سعدنا أن نرحب في العقيد محمد بدر الغريب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفال العام حياك الله معانا ومساك الله بالخير الله يحييك راد رضا مسي عليك ومسي على جميع المشاهدين يطول لأمرك العقيد محمد يعني خلنا نتكلم في البداية عن التراخيص لأن نحن قاعدين نشوف بالفترة الأخيرة في هناك عدد كبير من المخالفات في هناك عدم التقيد في الشراطات الوقائية أيضا خلنا نتكلم اليوم يعني أساس هذه المخالفات قد يكون عدم الالتزام في تشجيد التراخيص والالتزام في الاشتراطات الوقائية التي تضح قوة الأطفال العام في جميع المشاعات والمباني نعم في البداية نبي نتكلم عن قطاع الوقاية في قوة الأطفال العام هذا القطاع المختص في إصدار التراخيص وأيضا في المخالفات وأيضا اعتماد الشركات وأيضا اعتماد شركات المصاعد واعتماد شركات معدات الحريق وطبعا في البداية أحب أشرح لك طريقة استخراج التراخيص طبعا يتم في البداية تقديم مخططات للدراسة واعتماد المخططات المعمارية ومخططات الأنذار والميكانيك التصميمية وبعد ما يتم اعتمادها طبعا تصدر رخصة أطفاء مشاريع لهذه المخططات والمرحلة اللي بعدها يكون متابعة هذه المخططات وتركيب أنظمة الوقاية والاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في هذه المباني لإصدار كتاب إيصال التيار الكهربائي لهذه المباني ومن ثم يتم فحص وتشغيل هذه المعدات في المباني التي تم تركيب هذه المعدات فيها لإصدار رخصة استغلال الممنى وهي رخصة أطفاء للمباني التي يتم من خلالها إصدار تراخيص المحلات طبعا ممتاز خلنا نتكلم العقيدة محمد اليوم عن بعض المحلات التي تستأجر في المجمعات التجارية أحيانا هذه أسئلة كثيرة قاعدة توصلنا من خلال السوشال ميديا عدم قوة الإطفاء العام ترفض تجديد أو إصدار ترخيص لهذه المحلات الموجودة في بعض المجمعات التجارية نعم قوة الإطفاء العام يعني ما تمنع أو ما تمنع إصدار التراخيص هذه نحن في قوة الإطفاء العام طبعا الأخوان في قطاع الوقاية ليش يرفضون إصدار التراخيص للمحلات طبعا ما في مجمع في الكويت ممرخص لكن ما يتم ترخيص هذه المحلات لأسباب كثيرة منها عدم تجديد رخصة المجمع أو تكون رخصة المجمع منتهية أو صاحب المجمع مالك هذا المجمع يكون مخالف لإشتراطات وأنظمة السلام والغايم الحريق فبالسبب هذا يكون ما نقدر نعطيه رخصة المحل ليش رائد رضا؟ لأن المحل هذا في داخل المجمع وإشتراطات الوقاية وأنظمة الوقاية من الحريق الموجودة في المجمع تشمل هذا المحل فأنا كقوة إطفاء العام طبعا متمثلين في قطاع الوقاية الأخوان لا يقدر يعطي المحل هذا رخصة لأن المجمع بالأساس مخالف صحب هذا المجمع مخالف فأنا شون أعطي رخصة لهذا المحل وهذا المجمع مخالف طبعا في مخالفات كثيرة مثل يمكن يكون بعد ما أخذ الترخيص وانتهى الترخيصة ما جد الترخيصة وتم مخالفتها يمكن عمل تقطيعات معمارية التقطيعات هذه أثرت على أنظمة السلام والمغايمة الحريق أو عمل تخزين التخزين على مخارج الطوارئ فهذه الأمور تضع المجمع في موقف لا قدر الله صار حريق معدات الاطفاء لا تعمل لسبب أن القواطع التي تم وضعها مستحدثة تأثر على هذه المعدات أيضا يضعون التخزين في مخارج الطوارئ لا قدر الله صار حريق في هذا المجمع معدات الحريق لا تعمل مخارج الطوارئ مغلقة فهنا دورنا كغوة الأطفاء العام متمثل في حماية الأرواح والممتلكات وأيضا المحافظة على أمن مجتمعي لا نستطيع أن نرخص هذه المحلات ولسبب مخالفة أصحاب هذه المجمعات وأحب أضيف صاحب المجمع أو مالك العقار أو المستأجر يكون خط الدفاع الأول لمحافظة الأرواح والممتلكات ويكون في اتصال معنا كغوة الأطفاء العام يريد تعرضوا الرغم للاستفسارات والشكاوي التي نتواصل فيه وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة في قوة الأطفاء العام متوفرة ونرد من خلالها على استفسارات جميع الملاك والمستأجرين والمواطني والمقيمين لهذه الأسباب لا نعطي رخصة أطفاء للمحل والمجمع يكون مخالف لا بد المجمع يكون في رخصة أطفاء هل قوة الأطفاء العام تتخذ إجراء قانوني مع أصحاب المجمع في حال عدم وجود رخصة أطفاء أو عدم تجهد هذه الرخصة؟ صحيح نعم قوة الأطفاء العام تأخذ إجراء قانوني وطبعا جميع أصحاب هذه المجمعات ملاكها المخالفين لإشتراطات وأنظمة الأمن أنظمة الوقاية والسلامة من الحريق يحالون إلى الغضاء لإتخاذ إجراءات الغانونية ضدهم وأيضا قوة الأطفاء العام لا ندخل كطرف بين المالك والمستأجر هدفنا الرئيسي في قوة الأطفاء العام هو حماية الأرواح والمتلكات وحماية الأرواح والمتلكات تتمثل في أنها تكون أنظمة السلامة والوغاية من الحريق تعمل بصورة سليمة طيب العقيدة محمد عندنا الحين على موضوع الغلق الإداري نحن شفنا بالفترة الأخيرة أن قوة الأطفاء العام أغلقت عدد من المنشآت في دولة الكويت غلق إداري هل هذه المنشآت لا استجابوا إلى الشراطات الوقائية أو فرق التفتيش أكيد لها طبعا جراءات تقوم فيها قبل أن تتخذ آخر قرار وهو قرار الغلق الإداري صحيح طبعا نحن في قوة الأطفاء العام من بداية السنة إلى تاريخ اليوم تم مخالفة 680 منشآت مخالفة لاشتراطات وأنظمة استلامة والوقاية من الحريق وتم غلق 108 مبنى ومنشآت مخالفة لهذه الاشتراطات طبعا نحن عندنا في قوة أطفاء العام في الأخوان في قطاع الوقاية في فرق تفتيش عملها هو أخذ جولات يومية في جميع محافظات الكويت لرصد المخالفات في المباني والمحلات طبعا في حال رصد أي مخالفة في المبنى أو المحل يختر صاحب العلاقة أو المالك في مراجعة قوة الأطفاء العام لمتابعة وإزالة هذه المخالفة وفي حال عدم التعاون يتم انذار هذه المنشآة بالغلق وبعدها تغلق غلق إداري نهائي في حال المنشآة هذه تم تطبيق عليها الغلق الإداري هل هناك إجراءات لازم يكون فيها صاحب هذه المنشآة لإعادة طبعا صحيح طبعا صاحب المنشآة يقوم بمراجعة قوة الأطفاء العام للتوقيع على تعهد لإزالة هذه المخالفات ويتم إعطائها مهلة لإزالة هذه المخالفة وإن لم يتم إزالة هذه المخالفة يتم غلق المنشآة مرة أخرى بناء على الغرار السابق وأنا أحب أن نوهي على أصحاب السراديب وأيضا أسواق الشعبية ومباني التخزين في المحافظة والالتزام في اشتراطات وأنظمة السلامة والوقاية من الحريق للمحافظة على روح المتلكات في الأول الأخير لوحظ كثير من الأخوان يخالفون هذه الاشتراطات في إغلق وتسكير مخارج الطوارئ في هذه السراديب وأيضا وضع معوقات لأنظمة السلامة والوقاية من الحريق منما يشكل خطورة عالية على مرتادين هذه الأماكن صحيح يعني اليوم الخطورة قد تطول يعني عشرات الأشخاص المرتادين لهذه المباني أو المجمعات نحن نتمنى هنا طبعا منهم الانتزام طيب العقيد محمد دعنا نتكلم اليوم على الاحصائيات الخاصة في إصدار التراخيص عندك إحصائيات معينة صحيح نعم عندنا حين نحن في إصدار التراخيص من نسبة لتراخيص أطفاء المشاري 1782 رخصة تم إصدارها للمشاريع من بداية السنة وأيضا 5264 رخصة للمحلات من بداية السنة إلى تاريخ اليوم ممتاز الحمد لله يعني طبعا فرق التفتيش وأيضا غطاء الوقاية قاعد يقوم في دورة في إنجاز يميع المعاملات خلنت نتكلم اليوم على إدارة المشاريع الحكومية وهذه طبعا إدارة مستحدثة طبعا إدارة المشاريع الحكومية هذه الإدارة تم استحداثها بناء على هيكل أطفاء الجديد وهذه تسمى في إدارة المشاريع الحكومية تتقع قطاع الوقاية وهذه لها أولوية كبيرة واهتمام من قبل الحكومة لإصدار تراخيص للمشاريع الحكومية لتطوير التنمية في دولة الوقاية ممتاز عندنا طبعا نحن مشاهدين نحب نوه هناك خدمة خدمة على الواتساب والرقم إن شاء الله الآن راح يظهر على الشاشة هذه الخدمة أو هذا الرقم طبعا يعني متاح للجميع لجميع أخواننا المواطنين المقيمين بإمكانهم التواصل على خدمة الواتساب لتقديم أي شكوى أي مخالفات مثلا يشوفونها أو يرصدونها بإنكامهم يتواصلون معنا طبعا مع فرق التفتيش لكي طبعا تقوم بعملها لإزالة هذه المخالفة أو التعامل مع الشكوى من خلال جميع الإدارات والقطاعات المعنية في قوة الإطفاء العام هذا الرقم اللي هو 65914431 أكرر الرقم مرة ثانية 65914431 أودى لك العقيد محمد الغريب مدير إدارة العلاقات العام والإعلام بقوة الإطفاء العام كثير من المواطنين الآن قاعدين يبنون في عندنا مدن جديدة مثل مدن مدينة المطلع وغيرها من المدن الأخرى اللي قاعدة يعني الآن فيها أعمال بناء قائمة وفي ناس واي يدركبون مصاعد وإحنا شفنا أنه خلال الفترة السابقة في بعض الناس صارت عندهم مشاكل مع شركات المصاعد هنا شنو تقول لهم أنا أنصح أخوان المواطنين وراغبين في تركيب مصاعد في سكنهم الخاص بأن يختارون الشركات المعتمدة لدي قوة الإطفاء العام نعم وذلك الأسباب كثيرة طبعا حصل لا قدر الله خلاف بين المالك والشركة أو أن حصل عطل في المصعد هذا أنا كقوة الإطفاء العام في دوري أقوم بمخالفة ومحاسبة هذه الشركة المخالفة للمالك فأنا أحب أن أقوه على نقطة ثانية رائد رضا أن أي مالك يرغب في تركيب المصاعد يذكر في العقد بينه وبين الشركة في بند شر يحط أن يجب أن تكون الشركة معتمدة لدي قوة الإطفاء العام هذا يفيده ويفيدنا كقوة الإطفاء العام صحيح إذا عندك طبعا رسالة أخيرة حاب توجهها لإخوانك طبعا ملاك المباني أنا أحب أوجه رسالة لإخواني أصحاب المباني والملاك بأنهم يكونون خط الدفاع الأول لنا ومساعدتنا في رص هذه المخالفات لسبب المحافظة على الأرواح الممتلكات وأيضا الالتزام باشتراطات وأنظمة السلامة والوقع نكرر مرة ثانية إذا حابين تواصلون معنا طبعا على خدمة الواتساب هذا الرقم موجود على الشاشة اللي عرضنا قبل شوية كرره مرة ثانية 659-144-3-1-6-5-9-1-4-4-3-1 هذه خدمة الواتساب الخاصة في قوة الإطفاء العام بإمكان أي مواطن أو أي مقيم إذا شاف ملاحظة أو مخالفة مثلا يتواصل معنا على هذه الخدمة إن شاء الله سيتم تحويلها فورا إلى الجهة المختصة كل الشكر لك العقيد محمد بدر الغريب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام حياكم الله طول لأمرك أيضا مشاهدين نشكركم على متابعتكم لهذه الفقرة الأسبوعية ونلتقي معاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بموضوع آخر جديد والآن فاصل ومن ثم عودة إلى زملائي افتخار وأيضا عيد لاستكمال باقي فقرات برنامج مساء الخريكويت جامعة الكويت وقدرتها على تعزيز احتياجات سوق العمل مع الدكتور نواف ساري والحديث عن أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة جامعة الكويت هي أول مؤسسة تعليمية جامعية في دولة الكويت وكانت تضم الجامعة عندما تم تأسيسها كليتين فقط هما كلية العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية ومنذ اللحظة الأولى لتأسيس الجامعة كان الهدف من ورائها تقديم الخدمات التعليمية المميزة للطلاب والعمل على انتاج ونشر المعرفة الإنسانية وتطويرها والعمل على تأهيل الشباب الكويتي وتسليحه بالعلم والعمل ليكون شبابا منتجا ومفيدا لنفسه ووطنه ومجتمعه كما أن الهدف من الجامعة كان العمل على تطوير المجال التعليمي في الدولة وزيادة مهارات الشباب الكويتي من أجل تنمية الموارد البشرية التي تمتلكها الدولة من أجل مواكبة عجلة التنمية والنهضة بالدولة إلى الأمام وتعمل الجامعة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية الأخرى في الكويت على إدخال أفضل المناهج الدراسية وإدخال أحدث التقنيات التعليمية إذن مشاهدين جامعة الكويت تعتبر من أحد وأبرز صروح دولة الكويت والتي كانت على مدى أشارات السنوات مصنع للكوادر الوطنية التي تغذي سوق العمل حول جامعة الكويت وكثير من التساؤلات ومجموعة أيضا من المحاور الخاصة في هذا الشأن اليوم رح نطرحها على ضيفنا اللي معنا في الاستيديو الدكتور نواف ساري الأستاذ المشارك في قسم وصول التربية من جامعة الكويت يا مساء الخير وحياك الله معنا مساء النوير حياتش الله يا هلا دكتور حياك الله دكتور نحن مقبلين على نهاية عام دراسي وأيضا هذه المرحلة هي الفيصل للكثير من الطلاب خصوصا المرحلة الثانوية عامة فحب أن تكلم شوي عن جامعة الكويت وليميزها أولا جامعة الكويت هي غنية عن التعريف صرحة أكاديمية كبيرة عمرها أكثر من أربعة وخمسين سنة فيها أكثر من 16 كلية يقدمون تخصصات متنوعة ولا شك أنها هي الجامعة الأبرز في الكويت وهي تعتبر الجامعة الحكومية الوحيدة وحتى على مستوى الوطن العربي تعتبر مرجعية لكثير من الباحثين مطلوب صحيح لأيام الماضية قرأنا خبر جدا جميل هو تحقيق جامعة الكويت تقدمها في ست مؤشرات وكانت هذه ضمن تصنيف كيو أس مثل ما شفنا للجامعات العربية حبينا تعرف أكثر عن هذه المؤشرات حقيقة كذلك سعداء بالارتفاع الملحوظ في مؤشرات التصنيف العالمي كيو أس عندنا بعض الملاحظات لأن التصنيفات بشكل عام والمؤسسات التصنيفية ليست مرجعية بشكل أو بآخر تعطيك انطباع واضح عن حقيقة ما يحصل في التعليم لأنها بالنهاية تعتمد على مؤشرات مختلفة عندنا أكثر من أربع تصنيفات أو مؤسسات عالمية للتصنيف وكل مؤسسة من هذه المؤسسات لديها مؤشرات ومعايير مختلفة فقد تكون جامعة الكويت مرتفعة في تصنيف معين وتكون في التصنيف الآخر غير موجودة على كل ما أريد أن أقول وأطمن خصوصا أن حصلت زوبعة بفترة التي طافت عن جامعة الكويت أريد أن أطمن أولياء الأمور والطلاب والمقبلين على الدراسة الجامعية أن جامعة الكويت هي الوحيدة المصنفة في أكثر من تصنيف في الكويت إذا كانت كيو أس تحت المرتبة متأخرة لبعض المشاكل الإدارية لكن تصدرت في جانب آخر تصدرت في لا بل هي الموجودة هي الوحيدة أصلا في بعض التصنيفات لذلك أنا أرى أن هناك محاولة متعمدة لوضع الجامعة الكويت في صورة غير جيدة أبدا وهذا غير مقبول أعطيك أنا بعد الدليل وأيضا حق مشاهدينا جامعة الكويت في جانب التخصصات العلمية تعتبر من أفضل الجامعات في المخرجات لماذا تميزت الجامعة في الجانب العلمي عن باقي الجامعات دكتور حقيقة جامعة الكويت ليست فقط متخصصة في الجانب العلمي وإنما في كثير من العلوم كثير من الباحثين في جامعة الكويت أو خرجين جامعة الكويت حصلوا على ضراءات اختراع أحد الأصدقاء المقربين حقيقة هو من الإداريين الكبار في الشركات البترولية يقول أن طلاب جامعة الكويت يحققون نتائج أفضل بكثير ليس فقط طلاب الجامعات الخاصة في الكويت وإنما حتى الطلاب يأتون من أمريكا وبريطانيا والدول الأخرى فهم يحققون نتائج أفضل في اختبارات القبول كذلك لو نأتي إلى التاريخ القديم والحديث لأغلب القياديين في الدولة نجد أنهم خرجين جامعة الكويت صحيح فجامعة الكويت كفاءتها وتدريسها ليست محطة سال ولكن كانت أزمة مفتعلة وصحف أنا ما أدري ليش حقيقة عملت مثل هذا تشوي صورة صرح أكاديمي محترم على مستوى الوطن العربي كلها بهذه الصورة وأظهارها بجامعة الكويت أصلا في الفترة التي طافت ارتفع المؤشر عندها ما نزل فكيف أنت تقول أن جامعة الكويت في انحدار الكلام هذا غير صحيح وفي نفس الوقت تتكلم عن جامعة أخرى أنها الأولى طيب دكتور اليوم فكر الشباب يختلف عن الأمس اليوم سوق العمل مطلوب فلو تتكلم عن سوق العمل وما حجم ما تقدم جامعة الكويت من كوادر وطنية ذات تميز الجامعة الكويت تعتبر المزود الرئيسي والأول لسوق العمل في السوق الكويتي العيد العاملة أغلبها من جامعة الكويت كونها أصلا عدد الطلاب في جامعة الكويت 39 ألف طالب و300 تقريبا أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت يتجاوز الألفين عضو هيئة التدريس عندنا برنامج الماجستير والدراسات العلية عندنا أكثر من ألفين طالب في برنامج الماجستير والدراسات العلية فنحن نتكلم على حجم كبير مقارنة بحجم السكان الصغير حجم كبير من الطلاب كل سنة يتخرجون من جامعة الكويت مزودين بالسلاح الأكاديمي والعلمي اللي يخولهم أنهم يقومون بأبسط قواعد المتطلبات المهنية فلا شك أن جامعة الكويت أثبتت ولا زالت ولا أصلاحنا أنا لا أتكلم في اسم جامعة الكويت ولا أصلاح المتحدث الرسمي ولكن علاقتي مع جامعة الكويت ومتد لي أكثر من 25 سنة منذ أن أكون طالب والآن عضوها هي التدريس في الجامعة فأنا أعرف وإن كانت الجامعة حاليا عندها بعض العثرات وبالمناسبة أتقدم بالمباركة لأستاذ دكتور يوسف الرومي على تقلد مناصب إدارة الجامعة وأقول للتركة ثقيلة وتحتاج كثير من العمل وتحتاج كثير من الجهد فأنتمنى أنك تختار الأكفاء المتخصصون أو المتخصصين في الجانب العلمي والإداري إن شاء الله يتم استثمار جميع الجهود الأكاديميين اللي في الجامعة طيب دكتور لو أتكلم عن التصنيفات العالمية لجامعة الكويت وأداء الجامعة على أرض الواقع مثل ما أرجع قلت في البداية هناك أربع تصنيفات مشهورة عالميا من جامعة الكويت موجودة في ثلاثة منهم وهي الجامعة الوحيدة اللي موجودة في الثلاثة في الكويت كل تصنيف من هذه التصنيفات يحاول أن يعالج أو يقيم بعض المؤشرات وليس بالضرورة هو محك لتقييم العلمي اللي ما تقدمه هذه الجامعة من علوم أو آذاب هو مجرد مؤشر يحاول أن يساعد أصحاب العمل أو الإدارات الجامعية أو المؤسسات التعليمية أو حتى الدول إذا كانت الجامعات حكومية تحسين أداء الجامعات أنتم عارفين أننا جامعة الكويت هي المؤسسة الحكومية الوحيدة وفي بيرقراطية كبيرة في اتخاذ القرار فيها كونها تعتبر بالنهاية ترجع في قراراتها لتدخلات سياسية أو نوعا من هذا القبيل فبالنهاية نحاول قدر المستطاع أن نقدم شيء للطالب بحيث أن ينعكس بشكل إيجابي على التصنيفات الجامعة العالمية هذا يبني حق سؤال دكتور التصنيف في كيو اس مثل ما قلت قد نقول فيه قصر في ناحية ولكن ست مؤشرات مردودة على دولة الكويت هذه الست مؤشرات التي تتقدمت فيها دولة الكويت هو التصنيف مجرد قراءة لأداء الجامعة ليس تقييما فعليا قراءة جامعة الكويت حققت فيه مرتبة من ألف إلى ألف ومئتين بينما نفسها جامعة الكويت حققت في مؤشر في مؤشر تايمز أو في تصنيف تايمز المرتبة من ثمانمائة إلى ألف ولا جامعة في الكويت محققة هذه المرتبة لأن المعايير المستخدمة في التايمز مختلفة عنها في الكو اس كيو اس وإن كان تقي محترم عالميا إلا أنه من الممكن أنه يغلل الناس لأن 50% من المعايير المستخدمة تعتمد على السمعة فشي يسوون هذه المؤسسة الكو اس يرسلون استبانات يعملون استبانات مسحية للعاملين في هذه المؤسسات ويبدون يقيمون الجامعة نفسها وإذا كان لديك داتا جيدة حول الإيميلات الناس التي تشتغل معك وأنت تعمل الريسبونس أو الإجابة من الممكن أنك ترفع السكور مالكه بكل سهولة من الممكن يعني حتى أن الكو اس من الأشياء المعيبة فيه أنه لا يوجد مؤسسة أخرى مستقلة تقيم المعلومات التي لديه كما أنه لا يعمل دبل تشك على المعلومات التي تقدمها له الجامعات أو المؤسسات فهو يأخذ المعلومات كما هي ويعرضها دون أي نوع من الوقت تدقيق أو التأكد من صحتها وهذه إشكالية كبيرة بينما مؤسسة تايمس لا في عنده مؤسسة مستقلة التي حققت في جامعة الكويت مرتبة متقدمة في عنده مؤسسة مستقلة تقيس إذا كان البعلومات هذه صحيحة أو غير صحيحة أو دقيقة أو غير دقيقة ندعو بالتوفيق لجامعة الكويت إن شاء الله جهدت النظافر ونقدم المزيد من التقدم إلى جامعة نبيل عشيك شكرا لك دكتور نواف ساري الأستاذ مشارك في قسم أصول التربية في جامعة الكويت حياك الله أبقى عشاء الله شكرا لك واشكركم على هذه الاستضافة إذن مشاهدنا فاصل ونعود لله الحمد بلق عدد المعاملات الإسكانية المقدمة عبر تطبيق سهل الحكومي منذ بداية العام وحتى شهر يونيو الجاري ستين ألف معاملة وصلت للمؤسسة العاملة السكنية وبإذن الله تقوم المؤسسة حاليا بإضافة جميع الخدمات وميكنتها عبر التطبيق سهل تسينا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء الموقر الكويت تلبية لدورها المجتمعي المضاف لدورها التربوي والتعليمي قامت بحفل تكريم جنود الجيش الأبيض في وزارة الصحة دوية الجهود اللي بذلوها بالمجتمع خلال جائحة كورونا نتابع معكم هذا التقرير ونعود إن شاء الله كما نمسنا جميعاً هذا الدعم خلال العامين الماضين خلال جائحة كورونا حيث كان من أبرز التحديات التي واجهتنا خلال تلك الفترة هو عودة الدراسة الآمنة إلى جامعة الكويت للحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب والاستمرار في تحصيلهم العلمي مع توفير جميع الضمانات الممكنة والمتاحة حينها للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وفقاً للتطور الوضع الوبائي لجائحة كوبيد نايتين سواء كانت على الصعيد المحلي أو العالمي كانت هذه المناسبة لتوثيق لحظات من التعاون الذي كان ما بين وزارة الصحة وما بين جامعة الكويت خلال فترة التعامل مع جائحة كوبيد نايتين في تلك الفترة التي حقيقةً أظهرت أوجه التعاون والتنسيق ما بين مؤسسات الدولة الرسمية وما بين كذلك الجهود التطوعية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من ضمن الخدمات لأطلقتها المؤسسة العامة ومعي سكنية هي خدمة أستار شهادة لمن يهم الأمر عبر تطبيق سهل حكومي وهذه الشهادة هي شهادة عامة دون توجيه في مكان المواطن تقديمها لمنك الأتمال الكويتي ولبلد الكويت عيد كم هو جميل أن تعود الحياة وبالفعل هذا شيء لمسناه في عودة جميع الأنشطة والفعاليات إلى دولتنا الحبيبة خصوصاً بعد جائحة كوبيد نايتين طبعاً صدقين قاعد أفكر لما أرى النشاطات وعودتها والدورات وغيرها من هذه المواضيع أنه مرة من عمرنا سنتين نصف جائحة كوروناك خاصة المناظر التي كنا نشوفها الكمامات والتعقيم وهذه الأمور يعني الواحد يفكر دائماً يقول الله نعم الله يعني الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة نعمة الصحة والعافية والهدوء والاستقرار أننا كنا في نقدر أقول وضع لا يحسد فيه في جائحة وأوباء غير معروف إلى الحمد لله رب العالمين العمليات في الانفتاح الحالي في دولة الحبيب والعالم شكراً أكيد يعيد نسأل الله أن يدوم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء من الكويت نبدأ وفي الكويت دائماً ينتهي شكراً لكم على خير مع السلامة على الخير محبة اجتماعنا معكم في هذا البرنامج في عام الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم اشتركوا في القناة